وعن حدث إطلاق النار داخل مدرسة ابتدائية في ولاية تكساس الأمريكية والجدل الدائر حول فوضى السلاح وما يخلفه من ضحايا ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني أهلنا بك معنا أستاذ كامل أهلا بك حياكم الله أستاذ كامل يعني إطلاق النار في المدرسة الابتدائية في تكساس يدفعنا لسؤال عن تكرار هذه الحوادث في أمريكا وانتشار سلاحي في المجتمع الأمريكي وجدلية المنع والإباحة يعني كيف يمكن فهم ذلك الحقيقة أعداد قطع السلاح الموجودة في أمريكا تفوق عن 370 ألف قطع السلاح ومسموح بحملها واستخدامها وهذه الحوادث الفردية تحصل بهذا الكم من السلاح المتاح خاصة وأن هذا الحجم السلاح هو حتى أكبر من عدد سكان أمريكا أما موضوع المنع والإباحة يعني هذا موضوع معقد الدستور نص على حق الأمريكي بحمل السلاح واستخدام الدفاع عن نفسه وتأكيدات المحكمة الاتحادية بصدد هذا الحق الفردي وصعب أن يمنع هذا الحق الله لإجراء التعديلات الدستورية وهذا أمر معقد جدا لذلك الولايات المتاحة نعم يعني لربما استخدام هذا السلاح في هذه الجرائم يأتي على خلاف ما شرع لأجله الدفاع عن النفس أو ما شابه يعني هنا نتحدث عن حوادث إطلاق نار في المدارس من قبل مراهقين يعني حتى ليست عمليات تهريب أو مخدرات أو ما شابه وإنما هناك مراهقون يعني يطلقون النار على زملائهم في المدارس وليست على ما أعتقد ليست هي الحادثة الأولى هل هذا يشيع بشيء ما في المجتمع الأمريكي يعني يجب تسليط الضوء على تربية ما أو شيء ما هنا في المجتمع الأمريكي يعني هذه الحوادث مرتبطة يعني الناس مصابين بعهات نفسية أكثرهم اللي مارسوا استخدام السلاح الناري ضد الأدرياء ومنهم منه لدوافع عنصرية تحصل خاصة في الولايات الجنوبية وآخرين حتى يعني من في الترف والشهرة يعني ظهر قصا منهم مارسوا قتل الفردي أو الجماعي وظهروا بالإعلام وكانهم أبطال من السطحيين وأصحاب العاهات والمرضى وهذا صعب سيطرة عليهم من الحكومات المحلية والاتحاد إذا كان الدستور الأمريكي يسمح بحيازة السلاح لكن هناك يعني كما تحدثنا وقوع جرائم من وراء هذه الحيازة لربما يجعل من موجود ضوابط لتلك الحيازة واجبا لا سيما وأن هذا السلاح يقع في أيدي المراهقين ما هي الضوابط التي برأيك لربما تقدم الحكومة الأمريكية على اتخاذها هل ستمنع السلاح أم أن هناك يعني ضوابط أخرى سيتم اتخاذها يعني هذا السؤال على الإجابة من الجانبين الجانب الأول الحكومة الاتحادية تحاولا تنفض قيود على البائعين الأسلحة من خلال أخذ كل المعلومات عن المشتريين وحالاتهم النفسية وتقارير صدية وخاصة في الولايات الوسطى والشمالية أما بعض الولايات الجنوبية ترفض مثل هذه القيود والأمر الآخر يعني الجهات الرائعة ودائمة لحمد السلاح ومنهم الـ NRA هي المنظمة القومية المشهورة اللي عمرها قرن ونصف وعدها إمكانيات هائلة يعني ترفض أي قيود في استخدام السلاح وحتى تحاول أن تحارج هذا الموضوع المدارس بأنه سلحت المعلمين ولهذا من الطبيعي أن تدخل إلى المدرسة ومشاهد المعلم يعني في حزامة مسدسة أو سلاح الناري الشخصي لدافع عن نفسه أما الطلاب يعني ما يقدر يحرزهم لذا استخدموا السلاح ضده هذا هو الواقع في المدارس هو صعب يعني على الحكومة الاتحادية أن تضرب مزيد من الضيوج بالوقت الحاضر بالتحديد خاصة وأن الديمقراطيين عندهم مشاكل كثيرة ولا يمكن أن يمروا تشريع يمنعوا أو يقيدوا أكثر موضوع حمد السلاح إذن ما الذي يقصده بايدن عندما دع لمواجهة لوبي السلاح هل يعني يحشد لشيء ما هل يستطيع فعلا محاربة السلاح وخاصة يعني محاربة لوبي السلاح الذي تحدث عنه لا أعتقد أنه قادر أن ينجح فيه وهي حملات يعني سمعناها من الديمقراطيين من سنين ويكررها في كل الحملات الانتخابية للكونغريس أو لرئاسة ولكن لم يحصل حل عملي لهذا الموضوع وسيبقى هذا مبصراء بين المحافظين وبين الديمقراطيين ولن ينتج إلى تعديل لموضوع حق الأمريكي بحمد السلاح إلا إذا تم تعديل الدستور هذا حسب تقديري ومرقلتي لوضع حق السلاح في أمريكا سيد كامل في مثل هذه الحوادث نلاحظ دوما أن هناك مسارعة لاتهام إسلاميين لربما وتجيش حملة الإسلاموفوبيا في أمريكا وفي أيضا أوروبا ولكن هنا أثبتت أن الجاني ليس مسلما هل من شيء نقوله هنا في هذا الصدد يعني ما الذي كيف لربما تلقف الأمريكيون هذه الحادثة خاصة أن الجاني فيها ليس مسلما بالضبط هذا المنظمة الطومية الأمريكية عدها نفوذ وعدها حقوة شركات اللوبيها في أمريكا يستخدم موضوع الأمريكي من حقه يحمد السلاح حتى يدافع عن نفسه أمام الأرهاب الأمريكي والحقيقة ينجحون دائما باستخدام هذا البعبع وغلب الحوادث اللي حصلت غير المسلمين ومع ذلك وقسم منهم من المسيحين قبل اليهود المساكي ومع ذلك مستمرين باستخدامه لأنه هذا منتج بالوسط رأي العام الأمريكي وسيظلون يستخدمون هذه الحجة إلى آمد طويل نعم إذن رئيس المركز الوطني للبحوث ودراسات شكرا جزيلا لك